أشكرك على بصمتك الصوتية وأشكرك على صراحتك في السؤال شو في بنتي ليس بالضرورة أن نحن نقول كل شيء ونجيب على كل سؤال مو بالضرورة يعني أنا شخصيا أقدر أتعامل ويشخص الفضولي الشخص الفضولي اللي دائما يسأل ودائما يتحقق ويحاول أن كذا أنا أقدر أنه أتعامل معاه بطريقة اللي أخلي ليس أل بعد أخلي ليس أل بعد إما أنه أتهرب من جوابه بطريقة أو بأخرى عفوا أنا عندي شغل الآن ما عندي كذا واسمح لي أنه هذا السؤال ما أجاوب عليه يمكن إنسان أن يتهرب ومو بالضرورة أنه إحنا نسمح لأي واحد يطرح سؤاله علينا أن نجاوبه حتى لو كان هذا الأمر قد يضرني ويحرجني نعم قد تكوني أنت ضعيفة في الدراسة ومتردين تبينين هذا الشيء فمو بالضرورة تقول لي له قولي عليه حال الله كريم وزين وبالشقة وبالكلام وبالكذا أتي حسب تعبيرنا لفلي في الموضوع ومو بالضرورة الإنسان يصدق رجاءا مو بالضرورة الإنسان يصدق بس حرام يكذب أنا ما أكذب بس مو بالضرورة أن أقوله الشيء الصحيح الشيء الصحيح أن ما أقوله يعني ما أبين له وهذه الإحراجات في كثير من الأحيان تحتاج إلى شوية حسب تعبيرنا جرأة كما هو جريء وكما هو عنده حسب تعبيري أنا عنده نوع من الصلافة أن يسأل كثير أنا أيضا يكون عندي شوية من الجرأة على أنه لا أجاوبة بكل ما يسأل نعم